السيرة النبوية لبراع من الإسلام للدكتور أحمد بن غذلان المزروعي السؤال الأول ما هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عام الفيل السؤال الثالث أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمكة السؤال الرابع متى مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات وهو في بطن أمه السؤال الخامس متى ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماتت وعمره ست سنوات السؤال السادس متى مات عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعمره الثمان سنوات السؤال السابع متى بعت الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعمره أربعون سنة السؤال الثامن لماذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالخير ودين الحق السؤال التاسع إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى المدينة السؤال العاشر كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعة السؤال الحادي عشر ما أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن السؤال الثاني عشر متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنة 11 للحجرة السؤال الثالث عشر كم كان عمره عند وفاته صلى الله عليه وسلم 63 سنة السؤال الرابع عشر ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة ومحبة خير للغير السؤال الخامس عشر ما هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يميل الوجه حسن الجسمي السؤال السادس عشر هل تحب نبيك صلى الله عليه وسلم نعم أحبه السؤال السابع عشر لماذا تحب نبيك صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للعالمين ولأن حبه من الإيمان السؤال الثامن عشر ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه تم تسير النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام